اشتركوا في القناة القديمة او الهواتف الجديدة هذا اليوم عطل وهو عطل بيانات الشاشة يعني كما نلاحظ فهذا هاتف S-5360 اتى به زبون يشتكي من انه يقول عندما يشتغل الهاتف يشتغل بوجود اضاءة على الشاشة بيضاء ولكن لا وجودة للبيانات يعني الهاتف هو يعني به صلاحية ان الهاتف يشتغل ويمكنك اجراء المكالمة وعملية الشحن ولكن لا وجودة للبيانات يعني من خلال الشاشة يعني عند توصيل الهاتف سواء مع البطارية او كابلات الباور سبلاي نقوم بتشغيل الهاتف ونفاجأ بظهور شاشة بيضاء يعني باضاءة فقط يعني شاشة ذات صلاحية الاضاءة اما صلاحية البيانات فهي معطلة اذا كما تشاهدون معي يعني واول تجربة يعني قمت بتجربة اكثر من شاشة جديدة يعني اعرف انها شغالة جيدة ولكن بقي معنا نفس العطل اذا هنا نستنتج بان العطل ليس من الشاشة يعني احتمال وجود عطل في الشاشة اصبح مستبعد نعم بعد تغيير شاشة اخرى اذا العطل يعني اصبح الان مرتكس او بالبوردة كما انوه واذكر بانه يمكن ايضا للصوفت وير ايضا ان يتسبب في عطل ظهور شاشة بيضاء بدون بيانات الصوفت وير ايضا يتسبب في هذا العطل والصوفت وير ايضا يتسبب في عدم ظهور لا اضاءة ولا بيانات نعم وحتى ادخال الهاتف في وضع التفلش لن تظهر يعني الصوفت وير تسبب في مثل هذه المشاكل اللي هو وليس فقد الالبوت وانما الصوفت وير قد احيانا لا يتوافق مع الهاتف يتسبب ايضا في هذه المشاكل اذا علينا الحضر فمثل هناك اعطال كما ذكرتوا سابقا اعطال غريبة ويعني حتى نفهمها يحتاج ذلك الى وقت اذا كما تشاهدون معي احبابي فالهاتف يعني به عطل هذا ليس عطل الصوفت وير او عطل الشاشة يعني عطل هاردوير يعني داخل الهاتف يعني في البوردة اذا حتى نتأكد ونفهم جيدا اين هو الخالل او ماذا ما هو سبب وجود هذا العطل عدم ظهور البيانات اذا نستعين بميكروسكوب اذا كما تلاحظون فهذا الكونكتور هو خاص بالشاشة وهاته التي تظهر باللون الازرق هي فلاتر الشاشة ودور الفلتر هو التنعيم سواء تنعيم الاشارات التي تأتي من المعالج عبورا على الفلتر وصولا الى الكونكتور يعني حتى تظهر البيانات بشكل جيد في الشاشة ولا توجد اي خطوط او اي صورة غير واضحة على الشاشة نعم اذا نبدأ على بركة الله نستعين بميكروسكوب اولا حتى لا انسى فالفلتر يعني حتى نعرف الفلتر هو صالح ام فاسد فهو يقاس على وضع الجرس او وضع البزر على الجهاز الافو متر ويعطي جرس لان ممانعته الفلتر هي ضعيفة جدا جدا ربما الفلتر فهو بشكل كبير يشبه الملف يعني يشبه الملف لا في القياس ولا حتى تقريبا في الوظيفة فهناك تقارب كبير بينهما يعني عند قياسه بجهاز الافو متر يعطي صوت الجرس اذا حتى نفهم جيدا يعني فبعد التأكد يوجد هناك فلتر به عطل يعني والفلتر يمكنه ان يتسبب لنا في عطل بيانات الشاشة اذا نلاحظ يعني الان نستعين بميكروسكوب حتى تظهر لنا الشاشة او المكونات جيدا حتى نتمكن من معرفة اين يوجد الخلل اذا كما نلاحظ فهذا الفلتر الاول سليم الثاني سليم الثالث يظهر السليم وطبعا قمت بقياسه بجهاز الافو متر ولكن الان نمر الى مرحلة الرؤية يعني من خلال النظر بالميكروسكوب فهناك احيان بعض العطال ترى بالعين ونعرف ان المكوّد به خلق البيعطل من خلال النظر فقط اذا لاحظوا معي لاحظوا معي اه هنا نعم اذا لاحظوا معي هذا المكتف يعني هذا المكتف يوجد هنا ترطيب او كما يعني ترطيب هناك سائل يعني السائل تتصرب الى هذه المنطقة فاحدث اتصال غير مرغوب فيه لان هذا الاتصال يجب ان لا يكون في هذا المكان يجب ان يمر تمر الاشارة من هنا مرون الى النقطة مرون الى الكونيكتور على هاتين النقطة اللا تلتقيا فاذا وقع اي التقاء بين هاتين النقطتين داخل الفيلتر يمكن ان يتسبب لنا في فقدان فقدان البيانات لماذا؟ ندخل مثلا على مخطط سامسونج نعم فهذه البوردة اذا هذا هو الفيلتر الذي يوجد به الترطيب هو يعني اف ستة مئة واثنان نقوم عليه بالبحث بالبحث بهذا الشكل نعم نعم اذا هذا هو اذا نعم اذا هو اف عفونا سوف نمر الى المخطط الاخر حتى نفهمه جيدا نعم هنا اذاДа اذا هذا هو كونيكتور او مجسات الكونيكتور الشاشة اذا كما تلاحظون فهذه مشاعرك بيانات الشاشة غالباort في اغلب الهوتف نلقى 3 مجموعات يعني مجموعة خاصة أو مجموعة مسار وخاصة بالاضاءة ومجموعة خاصة ببيانات الشاشة ومجموعة مصار وخاصة بفولتات بيانات الشاشة إذن هنا يوجد عندنا خلل في أحد مصارات أبيانات الشاشة وكما ذكرت سابقا فالفلتر F602 هو الذي يوجد به ترطيب يعني دخل السائل للهاتف وتجمع في هذه المنطقة يعني هناك اتصال بين LCD F7 و LCD F5 يعني مناطق نقط الخروج نعم يعني هنا يوجد ترطيب وربما حتى LCD F3 هذا الفلتر هو أيضا مسؤول يعني يمر من خلاله مصارات لبيانات الشاشة فأيضا هذا المكتف إذا وجد بأي خلل سواء ترطيب سواء انتزعه سواء وجد بخلل يمكن أن يتسبب لنا أو بالفعل يتسبب لنا في عطل بيانات الشاشة إذن كما نلاحظ في هذا الفلتر يعني به ودور الفلتر كما سبقت ذكر سابقا يعني هو يقوم بتنعيم الإشارة يعني تنعيم الإشارة ويمكننا طريقة إصلاحه إما بتغييره من أي بوردة يعني أي فلتر يشبهه في بوردة هوتف سامسونج أو نزعه وعمل قفالات يعني عمل قفالات بهذا الشكل يعني من هنا إلى هنا من هنا إلى هنا ولكن يفضل يفضل استبدال الفلتر بفلتر حتى حتى نحصل على إشارة نظيفة وبيانات جيدة نعم إذن كما تلاحظون معي فهذا الفلتر هو به خلل وطريقة الإصلاح يعني سوف نقوم برفعه بواسطة الهوت اير يعني لا يرشو كما نقول الهواء الساخر أو يمكننا استخدام حتى الميكويت يعني الكوية كما نقول له بالدرجة المغربية فلا مشكلة ذلك وعلينا أن نحضر من استعمال حرارة مفرطة حتى لا يتأثر لنا الداكرة التي توجد الداكرة التي تحمل صوفتوير التي توجد بجانب المعالج وكما لا ننسى فهي بجانبها حماية ما قد يسبب كثرة الحرارة إلى اتصال النقاط التي توجد أسفلها إذن نقوم برفع الفلتر بهذا الشكل نعم بهذا الشكل ويمكننا الحصول عليه من أغلب فأغلب بورد هواتف السامسونج يعني بها فلاتر فمثل هذه بوردة سامسونج اس 58 ثلاثون فيها فلاتر إذن لاحظوا واحد اثنان ثلاثة أربعة سبعة فلاتر أي واحدة أي واحدة يمكننا نزعها ووضعها في المكان الذي نريد ولا مشكل في أي اتجاه فالفلتر بالنسبة لهذا النوع من الفلاتر ليس له أي اتجاه فهو دوره يقوم بعمل التنعيم مثله مثل المكتف الذي نراه مثلا هلا يعني لا وجود لأي اتجاه له وكما ذكرت يعني يقاسه بزيادة الأفوميتر والسليم يعطيه بازر والفاسد يعني لن تحصل على أي بازر أو أي شيء يعني لأن دوره يقوم بعمل التنعيم إذا نقوم برفع الفلتر بهذا الشكل يعني العملية هي واضحة وبشكل جيد فكما ذكرت لأن العطال علينا أن نتتبعها بشكل متسلسي يعني ابتداء من كونيكتور عبورا على الفلتر ثم وثم وصولا إلى آخر شيء يمكننا أن نفكرا فيه وهو المعالج أو الرجل الأكبر المسؤول داخل البوردة ولا بأس بتنظيف مكانها حتى يتم تتبيت الفلتر بشكل جيد وإذا نأتي بالفلتر الذي قمنا بجلبه من بوردة أخرى لا تشبه هذه البوردة وهي بوردة سامسونج S58 على بوردة سامسونج S53 ثم نقوم ببعض الحرارة أو توجيه بعض الحرارة الخفيفة لا نكتر لا نقوم بإكتار الحرارة وبعدها لا بد من التأكد يعني أنصحكم لاحظوا معي جيدا حتى لا أنسى فأنا يعني لاحظوا معي هذا أول فلتر يعني كما تلاحظون هناك ترطيب يعني اتصال سيء يمكن وحقيقة يمكن إصلاح هذا العضل دون تغيير الفلتر ودون استخدام قفلات فيكفي التنظيف فقط ولكن أحيانا حل المشكل يحتاج إلى من غير التنظيف نعم إذا نلاحظوا معي هنا فعند تركيب الفلتر بجهاز الهوت اير يعني الهواء الساخن هناك بعض الأرجل لم تتصل بشكل جيد فاحتجته واضطررت إلى استخدام والاستعانة بالمكوات حتى أتبت الأرجل جيدا حتى تتصل بعضها ببعض حتى يكون نقل البيانات سليم نعم إذا نعود إلى الفيديو حتى لا نطيب وبعدها يعني نقوم بتتبيت الفلتر نلاحظوا معي فتم تتبيت الفلتر بشكل جيد وبعدها نقوم بقياس عفوا نعم وبعدها يعني النتيجة الآخرة نقوم بتجربة الهاتف الاشتغل بشكل جيد أم لا إذا الحمد لله فعطل بعدم ظهور بيانات الشاشة كان السبب في هذا الهاتف في هذا الهاتف كان سببه هو وجود خلل أو تعطل فلتر بسبب تصرب سواء سائل سواء اللعاب سواء العرق يعني هناك سائل ما تسبب لنا في اتصال غير مرغوب فيه وتسبب ذلك في فقدان بيانات الشاشة إذا أحبابي أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس المتواضع وهي الفكرة فكرة الفلتر طريقة التعامل معه هي فكرة عامة يعني أي وجود خلل في بيانات الشاشة بداية نستبدل الشاشة حتى نتأكد منها ونتأكد من الكونيكتور وانطلاقا إلى الفلاتر وهناك بعض الهاتف لا توجد بها فلاتر فبعدها إذا لم توجد الفلاتر نتعامل معها بشكل آخر من خلال المخطط إذا أحبابي أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس المتواضع وأستودعكم الله وأذكر من جديد فأنا لست معلما أو مهندسا أو خبيرا في هذا المجال أنا مشارة تلميذ لا أعرف إلا القليل وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته